كأس العالم يفوز بليونيل ميسي من أمتعنا كثيراً استمتع أخيراً تعاطف مليارات من شعوب العالم مع ليونيل ميسي أسطورة كل العصور يفوز أخيراً بكأس العالم والمقارنة سازجة بينه وبين أساطير سابقين وحالياً مشروطة بفوزه بالكأس الزهبية اتحسمت خلاص الأرجنتين بطلة لكأس العالم بفضل ميسي أولاً وأخيراً ومعه بعض اللاعبين العاديين ومدرب اليوم كانت الأرجنتين أفضل في كل شيء ولولا كيلياً ما بيه لكانت مباراة من طرف واحد ميسي اليوم اعتلى تاريخ كرة القدم أصبح أهم الأساطير على الإطلاق وبصراحة كده ما كانش محتاج كأس العالم علشان يزبط ده عشنا معاه أو عشنا كلنا أفضل منديال على الإطلاق وعشنا أسعد نهاية ممكنة يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم دون أي مبلغة انبسط مليارات الناس في العالم بفوز ميسي بكأس العالم مش فوز الأرجنتين بكأس العالم فيه طبعاً من يعشق الأرجنتين من زمان وكورة الأرجنتين من زمان بس النهاردة الأجلبية العظمة كانت تتعاطف مع ليونيل ميسي متعاطفة مع الأسطورة ليونيل ميسي ليه؟ راجل تساعد مطلع من شباب برشلونة للفري الأول يحصد كل البطولات بيعمل كل الإنجازات فردياً وجماعياً على مستوى الأرقام القاسية هو رقم واحد في العالم عمل إنجازات عديدة وعظيمة وكان دايماً كاس العالم البطولة النقصة في تاريخ ليونيل ميسي العظيم جداً والحكاية بصراحة وقلتها وهقولها تاني ليونيل ميسي ما كانش محتاج يزبط لنا حاجة ما كانش محتاج يزبط إنه هو أمتع لاعب في تاريخ الكرة ما كانش محتاج يزبط إنه أعظم لاعب في تاريخ الكرة وهقولك كده بقى من بدري بدري من بدري بدري عشان لو ما سمعتش قبل كده أقول هلك تاني بهدوء ونقول إحنا ناقصنا إيه؟ إحنا تعلمنا إيه من كاس العالم أنا بقولي الكلام ده النفسي وبقوله للقائمين على الكرة في مصر وبقوله الجماهير الكرة وبقوله لللاعبين والمدربين بقوله النفسي أولاً يعني أنا بقعد أفراج على الحاجات دي وأخذ العبر أقوله والله أنا تعلمت 11-23-4 في شغلي فأنا هعملهم حضرتك أنت في مسؤول في تحديقات قولي أنا تعلمت 11-23-4 هعملهم في شغلي واحد كذا إعلامي بقى مشجع لاعب مدرب إداري كل الناس فتعالوا بهدوء وهعمل ده على مضايا الحلقات اللي جاية إن شاء الله نشوف إحنا إيه اللي ناقصنا عشان نقدر حقيقي بس المرة دي حقيقي أو نجرب نعملها حقيقي مرة يعني نشوف إليه ناقصنا عشان نقرب من الليفل ده من المستوى ده نقربه مش بقولك أنا عايزة أبقى زي بس نقرب له منبقاش بعيد أوش طيب إيه الحاجة اللي إحنا ممكن ناخدها من كاس العالم دي أفكار يعني اللي جات في بالي يعني مش شرط تكون دي كل حاجة وهي ده الصحة يعني بس ده أفكار يعني إنه أولاً الاثنين النهاردة اللي كانوا موجودين في الفاينال الاثنين مدربين الاثنين مدربين فنيين واحد منهم اسمه دي دي شام جيه فرنسا في 2012 في 2012 دخل يعني بقى له كم سنة مع المنتخب الفرنسي عشر سنين عشر سنين بالزبط دخل كاس عالم 2014 عمل أداء سايق جداً يورو 2016 بلده فرنسا استضافتها خسر في النهائي على أرضه من المنتخب البرتغالي يعني كده بقى له كم سنة من 12 ل 16 أربع سنين قدم أداء سايق في كاس العالم وخسر نهائي اليورو على أرضه يحصل إيه في المدرب ده بعد أربع سنين المفروض بالطبيعة بتاعتنا لا ده كان يمشي من بعد إيه يا جماعة إزاي ده موجود إحنا مصادفين البوتورة ونخسارها ومن قدام المنتخب البرتغالي كمان فلا كان المفروض يمشي قعد قعد وطبعاً خد بالك هجوم جماهيري وسوشال ميديا وإعلام وفرنسا كلها قيمة على ديديات الشام بس فيه اتحاد فرنسي قاله إيه؟ لا إحنا عندنا مشروع والراجل ده مكمل كسب كاس العالم 2018 النتيجة الطبيعية استمرارية استمرارية ما فيش مدرب منتخب يتحسب بالمباراة ما فيش أبداً ولا بالبطولة لازم تععده عدد سنوات ده مشروع يعني بيجيب لاعب مثلاً عنده 18 سنة ويقول أنا لما يبقى عنده 23 سنة أنا أخب بيه بطولة ده مدرب المنتخب فممكن يعمل مشروع خمس ست سبع سنين طيب 2018 خد كاس العالم 2022 وصل لنهاية كاس العالم تاني يعني ما بشوفش دي 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 شام فشل النهارد كان يقدر يكسب بس يعني مش فشل أنا وصلت لنهاية كاس العالم كنت متأخر وأداء سايق قدرت أتعادل تأخرت تاني في الأكسرا تايم وقدرت أتعادل وصلت لأخر النقطة لنهاية ضربات ترجيح نفس اللي كنت بقوله عكالوس كيروش أدامه وصلت لأخر النقطة نقطة الحظ يعني خلاص دي بتاعت ربنا بقى خلاص فأنا ناجح ده بعد كام بعد عشر سنوات تقدر تقول إن دي دي شام نجح مع المنتخب الفرنسي حتى لو مش بكرا فده مدرب المنتخب الفرنسي نتعلم إيه؟ المدرب بتاع المنتخب تحديدا حتى لو أنت مش مقتنع به مية في المية سيبه يقعد فترة لازم يقعد فترة لازم اسكلوني مدرب صغير في السن جه فترة مؤقتة أصلاً يعني كان الأرجنتيين هدفها أنه يجي مؤقتة لحد ما يشوفه مدير فني تاني الراجل دخل كوبا أمريكا كسب قاله خلاص يكمل لكاس العالم وصل لكاس العالم كسب في الوقت اللي إيه بقى؟ جمعية الأرجنتين أجماعة ده مدرب ضعيف جدا أجماعة ده مدرب ما عندهش قدرات فنية كبيرة أجماعة ده مدرب أقل من المنتخب الأرجنتيني بس فيه اتحاد مقتنع إنه هو مدرب جيد وهينجح وهينجح فأنت كاتحاد ما لكش دعوة أبدا أبدا يعني لو طلعت أنا بكرة وقلت لك بقول لك إيه؟ بيتوريا مدرب سيء جدا وسبعته في التدريب مش جيدة ومش عارف إيه ما لكش دعوة كلامش حتى لو أنا عايسين صاد ضد جمهور مشجعين إعلاميين ما لكش دعوة إنت لو شايف الصح إنه الراجل ده يكمل لو الناس كلها قاعدة التسارخ انت ما لكش دعوة خليه يكمل فدي نقطة النقطة التانية قبل ما سيب كصة المدربين مفيش حاجة في البطولة دي اسمها مدرب محلي ومدرب عالمي أو مدرب وطني ومدرب أجنبي مفيش الكلام ده هتقولي أصلي النهاردة كان سكلونيا أرجنتيني ودي شام فرنسي فإحنا كان لازم يبقى عندنا مدرب وطني هي الحكاية مش مدرب وطني ومدرب أجنبي شوف الراجل ده اشتغل قد إيه شوف الراجل ده درس تدريب قد إيه شوف ده الرخص اللي معاه وصل لحد فين وبعد كده هتلي مدرب وطني عنده كل الخبرات وعنده الرخص التدريبية وعنده الاحتكاكات دي وهاته أو مدرب أجنبي عنده نفس القصة بس ما تحسبش بالجنسية الحكاية مش حكاية جنسية خالص هيرفيل النار عمل أداء جيد مع السعودية بالمناسبة وهذا نظر عن الخروج من المنديار لعلى سبيل المثال يعني فدي نقطة نيجي على اللاعبين كل الفرق اللي وصلت لأدوار متقدمة سواء دور 16 دور 8 سيمي فاينال فاينال لعبتهم بيلعبوا في الدوريات الأوروبية الكبرى الدوري المحلي ما بيفرس لعيبة تلعب في المستويات دي هتقول لي يا عم احنا كسدنا 2006 2008 و2010 كاس أفريقيا بلعبين محليين هقولك يا سدنا تا جيل استثنائي اللي حصل قبل 2006 ولا حصل بعد 2010 أربع سنين كان فيهم جيل استثناء الاستثناء منفعش يبقى قاضي ففكرة ان احنا لسه عاملين نتناقش ان اللاعبها لازم تطلع أوروبا ان اللاعبها لازم تتأهل انها تطلع أوروبا ده أصح متأخرين فيه قوي انا مش مفوضة ناقش ده دلوقتي انا مفوضة دلوقتي انا سأسأل احنا عندنا كم لعب في أوروبا جماعة 30 40 100 200 مش ببالغ المغرب والجزائق بكلمك على دول العربية كمان اللي عندها محترفين مش بكلمك طبعا على السنغال والكاميرون وغانا عشان دول عنده ونجاريا عندهم بالألافات في أوروبا فانت مفوضة تتكلم على العدد قد ايه مش احنا عندنا ولا ما عندناش متأخرين فيها فياليت نعمل أفكار ونشتغل نبقى عندنا محترفين كتير في أوروبا أبرز نجوم المنديال بعيدا على ليونيل ميسي أبرز نجوم المنديال 23 سنة وانت نازل 23 سنة وانت نازل اللي هفتكره هقوله ببيه وناحي النهاردة انزو فرناندز اللي بفتكره معظمهم تحت 23 سنة جاي بي طبعا وبيدري في أسبانيا صغيرين برينجهام مع انجلترا جاجبو بتاع هولندا أو جاجبو بتاع هولندا فانت بتتكلم كلهم تحت 23 سنة وفيهم اللي قال من 20 سنة كمان ففكرة ان حضرتك تقولي ده ما ينفعش يبقى لعب دولي اللي لما ياخد خبرات عديدة فلازم يبقى عنده 25-26 سنة يبقى انت بتهزر يبقى انت بتهزر لعب منتخب مصر دلوقتي اتمنى بدون مبالغة والله بدون مبالغة فيتوريا يبدأ يروح يفرج على منتخب الناشئين 17 سنة انا عايش في لعب في منتخب مصر جماعة عنده 17 سنة شو معنى بتشوف ده في كل المنتخبات اللي في العالم بالمناسبة يعني المغرب المغرب اشراكة مبارح اصغل لعب في تاريخ المغرب في المنديال عنده 18 سنة 18 سنة وبعدين احنا عملنا كده انا فاكر ايام الكابتل محمود الجولو دي كانت اخر مرة اتذكر فيها لعب صغير دخل منتخب مصر تحت العشرين سنة حصل مع احمد فتحي وحصل مع ميدو استثناء برضو استثناء مش قاعدة بس هيا ما فوت تبقى قاعدة منتخب مصر لازم معدل العمار يبقى أقل من كده بكتير وهفكرك هو من نجوم منتخب مصر او من الاسماء او الركائز الاساسية في منتخب مصر هجي بأمناك من حلوص المرمى محمد الشناوي كسر الثلاثين احمد حيازي كسر الثلاثين طارق حامد كسر الثلاثين محمد الننني كسر الثلاثين محمد صلاح كسر الثلاثين حتى ترزجيه لاقترب من الثلاثين فين بقى فين شباب طلعوا على جماعة شباب عشان نعمل ده ايه عشان برضو ما فضلش نقعد نجلد الزاد عشان نعمل ده ايه اهتمام شوية بقتل ناشئين اهتمام حقيقي والشباب دول مش واحد لسه معتزل فبنقربهم فبنندلوا كطاعات الناشئين ده معاه كنز انتو بتهدروه لأ مدرب كبير ولاه خبرات واخده رخصه يبدأ اشتغل على كطاعات الناشئين طبعا 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 للآخر يعني الوسطة بتاعت كطاعات الناشئين دي لازم تتقفل ولازم يبقى عليها ركابة قوية جدا لازم دي حاجة مفضوحة يعني مش حاجة انا بقول لكم سر دلوقتي لأول مرة تسمعوه وسطة كتير مواضع يا جماعة في الآخر احنا بندفع ثمنه كرون مصرية بتدفع ثمنه عشان سيني يا جامل صد فنزعل احنا بقى الشعب المصري كله يزعل على منتخب بلده لأ مش عشان سيني وصد يبقوا مبسوطين ملايين من الشعب المصري يبقوا زعلانين فلازم نهتم بكطاعات الناشئين مسابقات كطاعات الناشئين دي نقطة نقطة كمان تحدي الكورة مفيش مانع انه اللي يبقوا في التحاد فيهم ناس ما بيلعبوش كورة دي إدارة فتمام مفهوم يعني بس لازم تحاد الكورة يكون عنده علم وثقافة واطلاع ورؤية على اللي بيحصل في العالم لازم يشوفوا اللي بيحصل بره يعني برضه انا هتكلم بصراحة يا الله ورزي على الله يعني انا بيجي تحاد كورة ويبقى عارف انه ما عندوش قدرات في الكورة كتير يعني فيقولك ايه احنا هنستعين بخبرات سين بخبرات صاد بسي طب خبرات سين او صاد دي تخلصت خلاص في تطور حصل فممكن تجيب اسماء تانية ما هو مش هافضة يعني من كم يوم كده كانوا قالوا اسمها هيجي مدير فني لتحاول الكورة مش عايز يعني يعني عشان هما لاشخاص نفسها ناس محترمة جدا ولاها خبرات عديدة بس فيه الدنيا بتتغير الدنيا بتتغير الدنيا بتتغير منفع عشان نفضل طول الوقت لفين على اثنين تلاتة اربعة وهم قبل كده ما اضفوش فعشان يضيفوا دلوقتي مع التطور ده كله مستحيل فانفكر مش عايز افضل يعني قرمي على اتحاد كله اقوله انت فاشن وانت ما عملتش وانت ازاي وشايفي مش حايفي بيعملوا ايه هنتعامل مع الواقع الناس محترمة تمام الناس محترمة نتعامل معهم بهذا الاساس وتبدأ تنصح وتبدأ تقول وتبدأ تفكر معاهم بسهم عندهم المرونة انه يفكروا عندهم المرونة انه هم يفكروا ونبدأ نشتغل نقطة كمان مهمة ودي كنت قصرتها في كثير من الحلقات احنا دوري مش قوي يعني ايه دوري مش قوي اوديك المثال عشان بس برضو ما نقولش كلام في العام مين يا جماعة من سنة سنتين كان اهم لاعب في الدوري المصري يعني اللي منقول عليه كوالتي مختلف حريف لاعب غير اللعيبة اللي موجودة في الدوري المصري اشرف بن شري بيقول بل اسمي اوه اشرف بن شرقي كلنا كنا بيقول لا لا قدراته كبيرة وعظيمة جدا فاشرف بن شرقي اللي احنا شايفينه افضل لاعب في الدوري المصري الراجل ده ما كانش موجود مع منتخب المغرب العظيم ده اللي كسب كاس العالم ده يديك مؤشر على ايه ده بيديك مؤشر على ايه انه احسن واحد عندنا احسن محترف بيجينا هو اصلا مش موجود مع منتخب بلده في قاس العالم ده دوري مش قوي ده دوري ما بيطلعش او ما بيجذبش لعيبة كبيرة وده اللي الكلمتي في كتير لازم نفتح باب الاستراد زي ما قلتلك من شوية لازم نفتح باب التصدير اللي احنا نخلي اللعيبة تطلع تحترف عايزين كمان لعيبة بكواليتي عالي اللعيبة اللي بكواليتي عالي ده هتعمل لنا اللي حصل مع المنتخب السعودي اللي هو ايه اللي هو لاعب محلي بيلعب في الدوري السعودي بس بيحتك بلاعبين اجانب في مستوى عالي فهو كمان مستوى بيعلى لكن احنا عايشين هنا وسطينا في بعض او لما بنيجي نجي محترفين اجانب يجو الدوري المصري بنجيبهم سيئين جدا فبيقللوا اللعب المصري مش بيزودوه فبيحصل ان احنا بقى عندنا مسابقة ضعيفة وبالتالي ما بتنتجش ما بتنتجش لعيبة تفيد المنتخب لو اعتمدنا يعني على بعض انا كنت يعني مش عايز اعتمد ابدا على الدوري المحلي خالص مفيش لعب مفيش لعب بصراحة ومش هسمي اسمها بقى في دي عشان انتو بنقفش بنجينا ونقفش بس هوا مفيش لعب في الدوري المحلي يقدر يلعب في المستوى اللي شفتناه في كاس العالم ده بصراحة ومعليش يعني هحب اللي تحبه في فرقتك بس لما منينتكلم عن الليفل ده لأ مستوى احنا بعيد اوش فلازم بقى يبقى نبقى نبقى نصدر لعيبة وبنستورد لعيبة كبيرة ويبقى بشروط يعني مثلا يجي تحد الكرة يقولك ايه والله لو انت هتشتري لعيب اجنبي لازم يكون لعب دولي مع منتخب بلده لو انت هتشتري لعب اجنبي يكون لعب عدد مباريات مع منتخب بلده مش مجرد ان هو عد على المنتخب وخلاص ونفتح بقى يبقى عندك سبع تمن لعيبة اجانب موجودة في فرقتك يجي حد يقولك ايه اكسرهم يعني كلهم او معظمهم خبراء يعني محترمين وجمال يقولك لا بس احنا لو فتحنا الاستراد ده وبقى عندها لعيبة اجانب كبيرة في الدور او كثيرة في الدور المصري هنا المنتخب يتأثر ليه عشان اللعب المصري كده مش هياخد مكانه في تشكيلة فريقه يا سلام ما احنا بقى انا 30 سنة بنقول نفس الجملة وبنشوفش لاعب مصري بيفيد منتخب مصر في السعودية فيه 8 ولعبة وعمة اداء جاي 8 محترفين اجانب بيلعبوا في كل فريق في الدور السعود ولعبة بأداء رائع في المونديال اصلا انت لما هتفتح الاستراد ده تيب لعيبة اجانب يعني هيحصل ايه لعيبة بتاعتك مستوى هيعلى عشان هتحول تعلم مستوى انها توصل للعب الاجنابي اللي موجود دوت فحتى لو قاعد دكة زي مع لعيبة السعودية على فكرة نص تشكيلة المنتخب السعودي اللي كذبت لارجنتين دول بيقعدوا دكة لعيبة اجانب في فرقهم ورغم كده هم قدهم السيطة رائعة جدا تدريبات ومباريات وشغل فبيستفيدوا من اللعيبة التانية دي دي من جانب من جانب تاني ان انت ساعتها الاندية بقى مش هتمسك في اللاعب بايدها واسنانها مش هلاقي لعب يعني انا اسف مش لعب كبير او مش لعب عظيم او موهبة كبيرة بيتباع باربعين وخمسين مليون جنيه في مصر ليه عشان ما انت قفل السوق لا عارف تستورد واحنا مسكين في بعض هنا عمانين نشوف الموهبة او نص موهبة وكنا نمسك فيها فمنعلي سعر جدا لا انا ما مش هتفع الخمسين مليون في نص موهبة انا روح هجيب موهبة كبيرة والنص موهبة ده لو طلع احترف في نادي صغير في اوروبا وخدت في اي فلوس بقى مش مشكلة بدل ما عادوا على الدكة هكسب ايه انا بقى هكسب ان انا عليت مستوى البطولة المحلية بتاعت ان انا اشتريت لعيب اجنابي بكما كويسة طلعت اللعيب اللي عندي اللي انا كنت فاكره نجم النجوم دوت لنادي يستحقه يعني على مقاسه في نص جدول الدور السويسري مثلا ولا اليوناني ولا اي حاجة وبدأ هو يتطور في اوروبا فاستفدت بلاعب لمنتخب مصر قعد فترة في اوروبا وانا هنا طورت اللعب المصري بلاعيب اجارب بمستويات جيدة دي نقط نقطة كمان كل اللي فات ده معاه قصة التحكيم التحكيم في المونديال كان فيه اخطاء وكان فيه اعتراضات بعد المباراة مش هو المباراة يا ما كانش فيه خناقات كبيرة بس قليلة ليه قليلة انه بقى فيه تكنولوجيا تكنولوجيا خط المرمى والتسلل واضعة الوقت والفار بقى بيشتغل بشكل كويس وسريع تكنولوجيا تكنولوجيا دي مش المفروض تتأخر علينا كده كده الأخطاء هتبضل موجودة وكده كده هيبضل اعتراضات على التحكيم بس كل ما الأخطاء بتقل كل ما الكورة تبقى أحلى فالأخطاء كيتقليلة في كاس العالم فيه أخطاء فيه اعتراضات بس قليلة فلازم ده يخش عندنا بسرعة آخر حاجة آخر حاجة وأول حاجة آخر حاجة وأول حاجة مفيش كورة حلوة مفيش كورة حلوة من غير ملاعب حلوة يعني لو النجيلة دي مش حلوة لو اللعيبة كويسة مش تعرف تلعب مش هتظهر مهاراتها مش هتعرف تجري فهي أول حاجة وآخر حاجة كل حاجة الملعب الملعب نفسه اللي هنلعب عليك كورة لازم يبالعب كويس يعني فيه حاجات خطاء بدو صغيرة بس هي كبيرة جد صغيرة بالنسبة يعني اللي احنا بنعديها كده بس هي كبيرة جد يقول لك إيه أصلا ولعيب حلو هيعرف تلعب على أي ملاعب مفيش الكلام ده والدليل إنه لما كان بيجي مثلا فرق تلعب معنا هنا ولا حتى في قطر يشتكوا بعض شوية من الملعب اللعيب الحريف قوي بيبعا عايز يلعب على سجادة اللعيب اللي بتضرب كويس وبيجري كويس وعايز وحقه وزابط جريته وزابط مهاراته عايز ملعب ونجي له مصطرة سجادة عشان ده تأدير باص يعني انت بتباصي نعم بتشوف كده يقول لي يا على دقة الباص ما دقة الباص ممكن اللعيب اللي في مصر ده يكون بيعمل دقة باص زيها بس ما هي نجي لها بوزة الكرة ويرايح يدروس بسيطة وفيه اكتر بكتير بس لو اشتغلنا على حاجة حاجة ان شاء الله ان شاء الله نوصل للليفل ده من المستوى تعالوا روح لي زماننا العزيز محمود شاكر من قطر في اخر ايام المونديال محمود شاكر مراسي التفزيون المصري وبرنامج الرقم 10 محمود مشرف ومنور كالعادة قديت اداء عظيم جدا ورائع جدا في هذه البطولة زيك زي كل المنتخبات في هذه البطولة انت حظك الحلو ان انت حضرت كاس عالم تاريخي والافضل في التاريخ وحظنا الحلو ان انت كنت معنا من قطر لا حقيقة كريم كل تحية لك وكل تحية للمشاهدين في كل مكان خلاص النهار ده اخر يوم واخر اهياء المونديال الجميل جدا جدا المونديال اللي ابتدأ قبل اكثر جدرا لكن انت بالاكثر متعة واكثر صارة طبعا في المباراة نهائية كانت خائلية من اول من طبع حفل الافتتاح لغاية حفل الختام النهار ده بجزة كريم كان يوم جميل جدا وصابق النهار ده ان يكون اليوم الوطني لدولة قطر فالناس كلها اجازة من انبارح التفالات مش بس بنهاية كاس العالم وبختام كاس العالم ولكن برضه باليوم الوطني عاوز ارجع كريم بس انا محمود كنت عايزة سألك اكتر على الاجواء ما بعد هذه المباراة انا شفت شوية لقطات كده ان الجمالكة بتحتفل مع الباص بتاع الارجنتين وكان فيه حالة حلوة اوي عايزك تحكيلي اكتر عن الاجواء اللي حصلت ما بعد المباراة في الشوارع عندك هم كانوا محضرين كريم بالضبط ثلاث حفلات حفلة 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 مغرب وحفلة 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 فرانسا كلهم كانوا مفتحين كلهم مكتوب على اليوم شامسون 2022 وكل واحدة كانت جاهزة لأي منتخب من الاربعة ده هو يتكتب يتكتب مجرد المباراة فضلة عيبة الارجنتين كتير جدا جوه الملعب اكتر من بعد المباراة نيبقا ساعة ونصف أو ساعتين اللي رفت فضلوا موجودين جواب ملعب ونزل لهم الأهالي بتاعتهم ونزل لهم كل العائلات قاعدوا يحتفلوا في الملعب لمدة وفاصلة جدا بعد كده كلهم ركبوا الباص والحفلة وبدأوا بقى ان هم يتحركوا في الدوحة يدعوا يدخلوا مكورنيش مانشا بس لحد وصول الجماهير الارجنطينية كانت عاملة في الحامل اليوم هم خاص مدى يختفوا كلهم بلوقتي ومدير مديش حد ارجنطيني كل الاعلام اللي انت شايف ورا كريم ما هي بس اللي طبعا الجنسيات الثانية اللي بتشجع الارجنطين كلهم طبعا شعادها جدا بمس زي ما انا شفت سعيد بمس وكل الناس اللي رايح اليوسيم هنا المحطة القريبة من المكان ده سمع اليوسيم تيو ام دي قالوا يا جماعة اللي رايح المحطة الساعة الساعبية اللي ممكن تستوع بالناس كل وحد الشروح ولكن برضو اخبار مكمل معامل حد اللي كان حد مجود هنا يحاول يمشل الناس يتم فيه زحم ما مش طبعا الاجواء كانت رائعة للأسف زي ما انت شاف ورايا بدأ ويشيل الأحلام اللي كانت دايما موجودة دايما فيه الاجواء هنا اكثر من رائعة والجمائين لسه طبعا تحتفل جميلة رجلسونية كلها راحت تيما بقولك عالتونيش وراع يحتفل بالحاجة خلاصة كريم اللي هنبيال للأسف حيشنا أيام جميلة جدا جدا وعيشنا أيام حلوة جدا وانا بص كلا جنبك طيب بص جنبك بص جنبك طيب الناس هنا طبع كل فرحان كل فرحان كل بيقولك بابا اشترك يا كريم الناس وعالتو كثير شاك ناس صفري كده مش عاملين اللي لا جماعة 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 نفسي يا اما فرحنا انت بتشتم ليه طيبة نفسي وعلى اللي حصل انتبت هو اسطح بص الناس لم يمسعش مثل انتبت كورت ماخ كالعالم مانتبت بالسناديو 18 ميسعش يروح 24 ويغسط وما انتبت اروح 22 ويغسط ومعين السناديو كان مرعد يعني حد بيئة 83 2000 2000 والدنيا تتلت عاوز قليلا كريم صحيحة ظهرت في الساعة المتش من المنتخب الفرنسي. والتوتالشوت في سفر مفيش اي هجمة خطرة كارت لمنتخب الفرنسي ولكن مرة واحدة بنية ألمت ينبا فيه. ينبا فيه ليس طبيعي. فهنا حد نكلم على ميش نكلم على كريسانو. ينبا فيه هو قدامه فرصة ينبا فيه هو هيحصم ارقام اي حد كافي العالم. يعني هو ينبا فيه بوكت قدامه اثنين كمان منديال او ثلاثة منديال هو هيحصم الارقام كلها بعد خطة العالم. ما اعتقدش ان فيه حد ايضا لجيب العقام بتاعته سواء السس او سواء عدد احساسي الذكرات احساك ان هو هيحصم واحدة كمان ان هو العيد. نهاردة شوفنا بلعب لوحده يعني عمل حاجات غريبة في واحدة. اي ما انا بقولك النهاردة ده حصل بقى انطواف لكرة القدم. والله جوة خلاص هتبدأ تتلمي هنا من بكرة بقى تبدأ الدنيا تتلمي هنا تاني. الضوحة بقى مواعيد العمل العادية. والنسة يبدأ يتفتح. والنسة برضي بتاعك بكل دفنة ساعة رايح جاي. سواء مشهول انا جد. معدول نفسة برضي يبدأ يتفتح. وخلاص يعني الدول يا خلاص. انا بقى في الاخر احاوز اشكرك. شكر جزيل. وسكر جدير جدا جدا يا كبير. اكيد على الثقة اللي اتا دي تاني. ويا رب تكون كنا اقبل الثقة دي. عاوز اشكر زملائي اللي وهو هورا الكواليس واللي وهو الكاميرا واللي في السويد وفي الكنترون. الناس دي تعمل معا. جدا جدا. جدا جدا خليك معايا لحظة ب Theatre عشان عايز اقول كلمتين في حقك. خليك معايا محمود شاكر مراسلنا مراسل تلفزيون مصري برنامج رقم عاشر في کطر هو كان نضيف عزيز علي دايما طرفت عليه من فترة قريبة محل الكورة شاطر جدا جدا وكان مسافر يحضر كأس العالم طلبت منه انه هو يكون مرسلنا خلال كأس العالم وبصراحة اختبار عظيم وكبيل ليه محمود اصلا رجل مهندس اساسا فمحمود شاكر انه يعني يخش اختبار انه يبقى مرسل اول مرة في حياته يبقى مرسل وفي كأس عالم اهم بطولة في قرية قدم في العالم دي مهمة شقة جدا على اي مرسل اصلا ما بالك انت واحد لاول مرة يبقى مرسل يعملها بهذه الكفاءة وهذه الروعة محمود حقيقة انا بشكرك من كل قلبي انت كنت رائع جدا على مداري البطولة حبيب 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 يلا مستنيينك مستنيينك في الستوديو بقى ان شاء الله توصل بالسلامة وبشكرك شكرا جزيلا اشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز محمود شاكر مرسل التلفزيون المصري برنامج رقم عشرة من قطر نرجع تاني نكمل مع حضرتكم اقول لكم ايه بلاش انا اكمل انا اتكلمت كتير قوي تعالوا نستقبل ديوفنا النهاردة هنتكلم معهم في كثير من الامور الرائعة جدا محمد جمال واحمد يوسف نتكلم معهم عن كاس العالم بشكل عام وبالتأكيد عن المباراة النهائية وليونيل ميسي طيب بس قبل ما اروح ليه اه حلوة الصورة دي اوي يا جماعة حلوة الصورة دي اوي نفس اللقطة نفس الجماهير مارادونا 86 ليونيل ميسي 2022 يا جماعة منتخب الارجنطين عنده في تاريخه ليونيل ميسي وديجو أرماندو مارادونا ايه الحسن ده انا هاد احكيت عليهم طول عمري ايه ده يا عم ده ايه ده نفس الصورة نفس الصورة سبحان الله والله سبحان الله نفس الجماهير وهي تحتفل مع ليونيل ميسي وديجو أرماندو مارادونا لقطة هذا اليوم سبحان الله رحمة الله على ديجو مارادونا بحب حب يا جماعة بحب حب يلا تعالوا نستقبل أصدقاءنا لأعزائي محمد جمال وأحمد يوسف بعد هذا الفاصل خليكم معنا تعالى بحضراتكم مرة أخرى الكلام يحلى كاس العالم خلص صحيح بس الكلام الحلو لسه مخلص مع جيمي وجوه محمد جمال وأحمد يوسف جيمي مشرف عامل يا حبيب مبسوط أننا موجود معكم مع جوه طبعا كبير جوه أخبارك إيه عامل يا حبيب يا كريم أخبار عامل إيه أنا مبسوط أننا معكم النهار دا هوا إيه عارف القصة دي أنا بحب أفتن على هوا أحب قصة المصيرة على هوا وإنت زي مروحتش مطش أرجنطين وكرواتي لازم بقى خاص نصيب نصيب الحمد لله رجل كان عنده تسكوات طيران وقاتله الفجر فأمس لو أنه نايم ساحب لا أنا عندي المطش فأخبار الحمد لله الحمد لله الحمد لله قد الله ما شاف قد الله ما شاف بحاول أكون مبسوط شوفتوا المبارات زينا واحدة من أمتع مبارات في تاريخ كل نسخ المونديات المنتخب الأرجنتيني قدم مباراة قوي جدا بغض النظر نتيجة خلصت تلاتة تلاتة وبعدها رحنا الركلات جزاء على الصعيد الفني والتاكتيكي بتتكلم على منتخب هو اللي عمل كل شيء في الكرة لحد ديئة سبعين أول تصويبة من المنتخب الفرنسي كانت في ديئة سبعين وبعيد عن العرضة والقائمين بعدها أول لقطة مثيرة في المباراة للمنتخب الفرنسي في ديئة سبعين بتتكلم على فريق حقق ما أراده سير المباراة كما يريد خمسة وسبعين ديئة أو تسعة وسبعين ديئة فالمنتخب الأرجنتيني مؤكد هو من استحق الفوز عن مجمل أداءه في هذه المباراة في النحية التانية بتتكلم على العيب خارق اسمه كيلانين بابي كيلانين بابي من وقت جيف هارست في ستة ستين حد أحرز هاترك عد علينا نجوم وأساطير كتير جدا في كل نصخ المونديال لكن كيلانين بابي هو أفضل لعف العالم بلا شك في الوقت الرهن هو نجم كل حاجة جاية في الكورة طبعاً المستقبل في هذه الليلة لكن بريتكلم على ما قدمه كيلانين بابي بلاعب أحرز النهاردة حده في المونديال واخد ران راب مركز تاني في المونديال واخد المونديال النسخة اللي فاتت لم يكمل 24 عام فبنتكلم على لعيب بعمر الكورة ومتوسطات الكورة بنتكلم على قدام 11-12 سنة يعني قدر يلعب 3 نسخ مونديال قادمة وهو يحمل في جعبته ميدالية زهبية وفضية في كأس العالم فيبقى أنه القدر ابتسم أخيراً لميسي بعدما ابتسم ليه في 2021 بالكوبا النهاردة بابتسم ليه في 2022 كي يغلق كتاب ميسي مع الأرجنتين بغض النظر عن مناشدات إيمليان ومارتناز بعد المباراة بأنه يأمل أن يستمر ميسي قائداً للمنتخب الأرجنتيني حتى منديال 2026 أنا أجل قال أنه هو مكمل يعني مكمل لشوية للميسي مكمل معنا شوية وبصراحة اللي زي للميسي دوت أنا أريد أن يقوم بقى لحد 50 سنة أريد أن يبطلش كلها لما تقول له يعني 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 بعض عمر طويل يعني أنا ياسب هو برجل واحدة أريد أن يمشيها يعني أنا سعيلت جوء أبداً منخش على هوا أقول أنه هو أنت من فريق ميسي أم من فريق كريستان هونالدو رد علي رد مهم جداً هلأ طبعاً من فريق ميسي أه أنا من فريق ميسي رغم أن أنا مش بشجع برشلونة يعني رغم أن مش بشجع برشلونة وأنا شفت يعني أنا مثلاً شفت برشلونة هو بيحط جوان في ليفر بول مثلاً هو جوني الفاول الخارج اللي حط في ليفر بول مثلاً يعني بس بس ميسي النهاردة عارف أنت لما السيناريو يقفل حلو قوي هو السيناريو على فكرة كان ماشي حلو اللي هو 2-0 بس السيناريو عادي يعني أنك هتخلص المتش وتقول أن المتش خلص 2-0 وميسي أخذ كاس العالم هنحتفل وكله مبسوط والدنيا كلها مبسوط بس إنها تمشي بالسيناريو ده 2-0 وهو مقدي أداء رائع جداً بعدين تروح 2-2 وفرنسا تبقى أياه اللي ضغطة وكله يقول لك آه خلاص هتروح منه وأتمندي بوزهاله فيرجع تاني هو اللي يجيب الجوني التالت ففي ثواني يوم جاي فيك الجوني التالت وبعديها انفراد لفرنسا يمليانو مارتينيز يشيله بشكل إعجازي بعدين تروح تلعب ضربات جزاء ويدخل يشوت أول ضرب الجزاء بهدوء وبسلاسة وييسبت هجولوريس ويحطه له بسهولة السيناريو دة خله إن الحاجة اللي كانت حلوة قوي بعت حلوة قوي 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 عارف اللي أنت مبقيتش مصدق يا جماعة هو المعدش دة ان أعزم مENS في تاريخ كاس العالم في نهائي كاس عالم بان��انو ده أعزم م forgotten في تاريخ كاس العالم وعلى اللي سمعته كمان يعني بالسماع والتاريخ فده أعزم م отвش في تاريخ كاس العالم فإنك تتوج بكاس العالم فأعظم ماتش في كاس العالم محمل لقب البطولة المنتخب الفينسي اللي هو أقوى منك بالزبط كده فإنت بتثبت للناس كلها رغم أن أنا كنت شايف أنها مش محتاجة إثباتات بكاس العالم تثبت أن أنا أعظم لعب في تاريخ كورت القضا أنا قفلت اللعبة هو حتى يخلي بالك هو بعد الماتش هو ماشي وبيحتفل وبتاع وبيسلم على الناس وبيشاول لهم اللقطة دي اللي هو تحس له سلام جماعة أنا قفلت اللعبة سلام بقى أنا مروح أيوة طعزين من إيه تاني آه يعني خلاص أنا كوبة أخدت تشامبينز ليج أخدت كاس عالم أخدت دوريات أسباني أكتر لعب يسجل أهداف في الدوري الأسباني كتير قوي فأنا قفلت اللعبة فأنتوا عايزين إيه تاني فنائم بقى الأرجنتين كيزبت لي النهاردة المنتخب الفرنسي رقم واحد بالمبارات تعادل وفي الأخير كيزب ده باتجاب بس إزاي تقدر تتخطر منتخب الفرنسي رقم واحد يمكن تتكلمنا هنا كريم أكتر من مرة على ليوناليس كلوني ومفاجآت ليوناليس كلوني وإنه قادر يشتغل ويقدم مرضوط قوي جدا بالمجموعة اللي معاه بتتكلم على مجموعة إذا ما قرنت بكل منتخبات دوري الثمانية ومنتخبات خرجت قبل دوري الثمانية هي مجموعة اللي يمكن لو بتكلم على سقوات ما احترمنا للمتخب المغربي اللي تتكلمنا عليه كتير جدا كعناصر وكأسماء بس هو اللي ممكن يكون أقل بالتساوي مع المنتخب اللولندي فبتكلم على ترتيب كسقوات وقوط أسماء سادس أو سابع ده أقصى حاجة ممكن يوصلها للمنتخب الأرجنتيني لما نتكلم على ليوناليس كلوني لازم نقول أنه عنده على الأقل على الأقل نص هذه الجائزة ليوناليس كلوني قدم منتخب غير روح المنتخب الأرجنتيني منذ توليه ومنذ تتويجه بالكوبة واللي هي كانت انطلاقة المنتخب الأرجنتيني إيه اللي حصل النهاردة في المباراة؟ أول حاجة كانت مفاجئة لوناليس كلوني السر الملك ديمارية سقوط الملك ديمارية في ملعب لوسيل النهاردة عمل كل شيء رقصنا كلنا كلنا بنتكلم قبل المباراة كريم كنا مع بعض بنتكلم أنه أخي ديمارية يلعب في مكانه الطبيعي على الجناح اليمين ومسي هيشتغل تحت جوليان الفاريس في مكانه الطبيعي وقعب لا يكونش متوقعين أصلا أخي ديمارية هي لعب ده أنا بقولك ده دي آه بروفو عليك دي كانت مفاجئة الأول المفاجئة الثانية أنه هو طبعا توقعنا من الكلام الماضي أنا هتحط في الرايت علشان يقفل الجبهة بتاعت كليان بابيو تاوي هرناندز بشكل يدي الأرجنتين أريحية بتشتغل كومباكت لعالترانزيشن طب إيه اللي حصل بعد كده لأ لقينا أنخل ديمارية ناحية الشمال عمل أفضل 60 دقيقة من وقته طويل جدا لأنخل ديمارية سواء على صعيد الأندية أو صعيد المنتخبات وهنا فيه لقطة مهمة جدا جدا كريم أن أنخل ديمارية دايما ما بيغزلكش أنخل ديمارية تواجد في نهاية الكوبة وسجل وقادر أرجنتين وساعد ميسي أن يتوج بالكوبة الغائبة أكتر من 20 عام النهار ده أنخل ديمارية هو اللقطة الفاصلة حتى الديئة 60 بالنسبة ليوناليس كالوني والشكل اللي غيروين المجموعة بتاعة وسط الملعبة كريم لما تكلم على المجموعة دي قارنها بفرنسا، بكرواتيا، ببرازيل قارنها بأي فريم من الفرق الكبيرة هتلاقيهم مجموعة لهم أسماء كبيرة ولهم أسماء عندها الكواليتي المنافسة لدول لكن تيجي تلاقي رودريجي دوبول واحد من نجوم البطول تيجي تتكلم على إنزو فرناندس أفضل لعب صعد في البطول تتكلم على أي حد بيقى موجود معهم بأسواء بريدس أو أي حد من الأسامل اللي كانت موجودة في وسط الملعب المنتخب الأرجنتيني ليونال إسكلوني هو كلمة سر ساعد ليونال ميسي ساعد كل مجموعة منتخب الأرجنتيني إن هم هيبقوا فاتت أو ينبذيق كل العيب قادر يعمل الدور اللي هو طلبه منه بس فمليون في المية مؤكد إنه المنتخب الأرجنتيني استحق من خلال سر المباراة من خلال شغل التكتيكي آه المنتخب الأرجنتيني عفوا فقد التركيز كالعادة زي ما فقدوا في نهاية مباراة أستراليا كما فقدوا في نهاية مباراة هولندا النهاردة فقدوا كمان لمدة دقاء قليلة جدا كانت تكلفوا المباراة اللي عايز الزود عليها على كلام جيمي حتة سكلوني سكلوني من الناس اللي كانوا بيترجوا ميسي في 2016 بتويتا بيقولوا ما تعتزلش دولي خليه تكمل معانا احنا عم يحتاجينك انت الراجل لازل تكمل معانا فانت لازم لما تشوف الراجل ده ارجع ل2018 وشوف الفريق اللي كان بيلعب فرنسا في 2018 اللي قسر من فرنسا بسهولة جدا ويمكن يعني فرنسا لما داست بنزين شوية في 2018 قدروا ان هما يعدوا المنتخب الارجنتيني بسهولة شوف النهاردة شوف الفرق رغم ان السكواد برضو ستيل مش اقوى زي ما جيمي كان لسه بيتكلم مش من اقوى الاسكوادز الموجودة في العالم ده سكواد عادي جدا لما تجي تبص على الاسامي هتطلع حتى لما جات الصحف العالمية بتقولك بيعمل التشكيلة اللي هي الكمباين ما بين فرنسا والارجنتين هتلاقي واخدين من الارجنتيني يعني اتنين تلات لعيبة وحطين بقيت اللعيبة من منتخب فرنسا شوف سكالوني اللي عملوا على مدار المنتخب الارجنتيني الشغل اللي عملوا ان هو يتوج بالكوبة وان هو يزرع فيهم السكة خلي بالك الكوبة دي كت احد اسباب النهاردة انك تكسب كاس علم هي قصرت حاجات جواك كتير قوي خوف ورهبة وودتك سكة فانتا النهاردة اللي بتلعب بسكة وروح وحسوا بطعم فوز حسوا لما الارجنتين كذبت بطعم الفوز ده هم حسوا ان ايه ده طب ما نعملها بقى ما نعملها بقى في كاس العالم ودي اللي هتزودنا قوي انت عارف جوق كمان اللي مختلفة عن سكالوني من وجهة نظر يعني انه الارجنتين ما بقيتش هي المنتخب اللي هو ايه تنزل تلعب خمس لعيبة ست لعيبة مهلين خمس ست لعيبة حريفة وتعالى نلعب بقى الكرة الممتعة هو بقى مدرب وقاعي تتعامل مع الارجنتين بواقعية جدا وهو ده على فكرة ده من اول البطولة هو في اول البطولة في مطش السعودية كان مقرر ان هو يلعب اللعب الجميل الممتع ونازل وهنلعب لعب جميل وممتع لما خسر قدام السعودية ولان ده مش هيأكلني عيش وان ده مش هيخليني امشي بعيد في البطولة وان الفريق اللي بيدافع كويس هو اللي بيوصل لبعيد في البطولة وانا عندي واحد ساحر يقدر في الحل الهجومي انا اسف يعني مش محتاج له ايه هو عنده التاكتك بتاعه عنده التاكتك بتاعه في الباغ وده بي تاكتك في الباغ انا دافع وهو يهاجم انا مدرد هادله طبعا تاكتك هجومي والنهاردة والنهاردة فاجئ فرنسا النهاردة نزل بتاكتك فاجئ فرنسا لدرجة الناس كلها كان بتتكلم انسكالوني هيلعب بخمسة وهيأمن زي ماتشو هولندا الراجل قرر النهاردة نلعب اربعة وغير كمان كان بتتبقى اربعة تلاتة تلاتة في اوقات تبقى اربعة اتنين تلاتة يعني عمال يلعب باشكال ويغير باشكال بس لما تيجي تبص على كل ده على المراحل بتاعت المنتخب الارجنتيني لا هو من اول ثانية لان انا هدافع كويس عشان اوصل ان انا في النهاية اكون في النهائي عشان اوصل في النهاية ان انا اكون بطل العالم وعن كل ده استحقاكوا ده ارتفع جدا ارتفع مليون في المئة طبعا ليونال اسكالوني ليونال ماسي والثالث طبعا صاحب القصة الكفاح الشهيرة امليانو مرتناز يعني انا كنت مبسوط جدا بتتكلم في المقدمة وديته حقه انه لما يكون عندك حارس كبير ودي رسالة يا كريم اطلع من الكاسة العالم من وديت ثواني رسالة لكل حراصنا حراص منتخبنا حراصة عندها الكبيرة الحارس الكبير مش الحارس اللي بيظهر في المباراة او اثنين او ثلاثة الحارس الكبير اللي وقتا ما بحتاجه عشان نبقى فريق بطل لازم يظهر في الوقت الصعب امليانو مرتناز بسبب الكمباكت جيمي اللي كان بيعمله اللي اسكالوني عدد الكرات اللي كان بتروح على المنتخب الارجنتيني مش كتير لكن الكرات اللي كان بتروح على المنتخب الارجنتيني خاصة في لحظات فقدان التركيز اللي اتكلمنا عليها لما يروح لي في كل دور بعد دي لقطة اسطورية صده اسطورية لامليانو مرتناز فنيجي هنا ونتكلم عليها في مباراة استراليا والصده اللي من جارانج في الدقيقة التسعين وكان هدف التعادل وبيصده بنفس الشكل وبنفس التكنيك امليانو مرتناز يجي في دور التمانية ويلعب المنتخب الهولندي وبعد لحظات فقدان تركيز ويتعادل المنتخب الهولندي يتصدى لركل الجزاء ويمنح الارجنتيني السعود يجي النهاردة في لقطة من كلهم ونافة دي مية اتنين وعشرين لقطة اعجازية لامليانو مرتناز يروح لركلات الجزاء يصعد المنتخب الارجنتيني على منصة التدويج بصده لركلة الجزاء وراح مع كل الكرات حتى بتاع كيلة لنباباي في المباراة واحدة من الاتنين راح معه خدت ايده ودخلت في ركلات الجزاء اول تصيبها من كيلة لنباباي خدت ايده ودخلت الكرة اللي تلعب برا كان رايح معها امليانو مرتناز بالنسبة لي كان لازم نديله حمره بالمناسبة كريم امليانو مرتناز ده كان في 2018 بيتفرج في المدرجات وراح ورا الارجنتين في المدرجات في روسيا عشان يتفرج وقال له اخوه انا ان شاء الله هكون موجود في كاس عالم عشرين وعشرين تبتتكلم راح يشجع مشجع مشجع التجايب واحد من مشجع وده الجيمي بقى بيتكلم عليه انت عندك حلم ده راجل عنده حلم ان انا اكون موجود في كاس عالم النهاردة الراجل ده احد اسباب رئيسية في فوز الارجنتين في كاس عالم بقولك في 2017 كاتب بوز بيقول انه وقت جاي هو راجل عارف انه وقت جاي سبحان الله يعني لسه بكملين محضراتكم هذا الحوار الممتع مع جو جيمي بعد الفاصل هنختار مع جو جيمي الافضل في كاس العالم خليكم معنا خليك خليكم مرة اخرى ب Tus quanto حنلعب لعبة دلوقتي لطيفة اوي مع جو جيمي وهو بافتراح من جو هنختار تشكيل المونديال جو و جيمي هنختاروا تشكيل المونديال بس هنعملها بطريقة لطيفة مش كل واحد هنختار لوحده يعني جو دلوقتي اختار ليونير مسي كل واحد هنمشي اللاعب اللاعب هنختار ليونير مسي جيمي مشي يختار ليونير مسي اوري عايز لعب ثاني جو اختار فران يبقى جيبي مشي يحط فران عنده في التشكيلة هيختار لعب اخر وقع كذا نمشيها واحد واحد صح كده؟ شرحتها صح؟ شرحتها صح؟ مين اللي هيبدأ؟ دي صعبة عشان اللي هيبدأ ده هو اللي هيكسب كتير تمام؟ طيب عشان نزود الموضوع إصارة يا شو بعد ناكيها بعد ناكيها لا انا هسألكوا سؤال اللي هيجاوبه هو اللي هيبدأ لأوكي قلو كده؟ في خمس لعيبة لا في خمس لعيبة كذب ودور أبطال أوروبا وكاس العالم في نفس العام انا عايز منهم 3 بس اللي هيقول لاشيأنا هاخترهم يعني انت هتقول مثلا اختر التلاتة يبقى الثاني هي مش هيتكلم وها اتتجاوب في 30 ثانية مين هياخد الكرار؟ انا اقول يعني؟ اا انا عايز 3 لعيبة من خمسة كذب ودور أبطال أوروبا وكاس العالم في نفس العام انا اقول حيال وجوهي يلا فران ااااا بنزيما وخدهاش منزيون بنزيون بنزيون خ cumulative فاران كم من في المنتخف فرانسا ثانية اللي بيلعبه هابولASE bank رموس لا لم أخدا لا ألم أخدا لا برشلونة نرجع لبرشلونة نيستا أخدها أنتر نيستا نيستا لا.. إن يسعى.. تسعى.. طيب.. إحنا كده قلنا فران.. طب حلو واحد.. مكفية واحد.. تعايز كامل عيد؟ خلاص قولي اللي جابه وخلي جديد.. ثلاثة من خمسة.. في اتنين لعب وفريان مديد.. واحد ببرازيلي واحد ألماني.. دي عم يخلى الرجال يب.. سامي غديرة.. سامي غديرة صح.. توني كروس مخداش؟ مخداش مع بايرلن قبل ما يروح كاس عالم؟ مارسيلو.. لا.. الربط.. روبرتو كلوس.. تبعنا نقول تلاتة.. تبعنا نقول تلاتة.. لا.. روبرتو كلوس وفران.. ماشي.. وفي واحد بيوع من معظم الناس يعني.. هو فرنسي.. بس هيوع منك طبعا يعني.. كريمبو.. في 98.. كريمبو.. في 98.. فاكرة كالتنبا.. طيب.. يبقى جول لي.. قالي اتنين من الخمسة.. حارس المرمى.. حارس المرمى.. لا ولا هتلعب ايه؟ ايه؟ هتلعب بخطة ايه؟ هلعب.. اربعة.. اتنين.. تلاتة واحد.. جيمي؟ اربعة.. اربعة.. اتنين.. تلاتة واحد.. ايه.. نفس.. حارس المرمى.. حيلا.. حارس المرمى.. ليفاكوفيتش.. ليفاكوفيتش.. مطيفة هو.. هده مش تختار.. لا.. ماشي.. زاير ايمن؟ عشرف حكيمي.. انا مفوض ارجع له هو بزاير ايمن؟ او ارجع لك اتنين بردو؟ يعني انت هتبدأ في كل حال.. ترجع له هو.. ارجع له هو صار؟ ماشي.. اشرف حكيمي.. تختار زاير ايمن مين؟ اشرف حكيمي.. ماشي زاير ايمن.. بتاع كرواتي اسمو ايه؟ يورانوبيتش.. يورانوبيتش.. حلو.. مين سنترباك اول؟ سنترباك اول.. انا كنت اختار.. بس طبعا اختارك فارديول.. حلو.. سنترباك اول؟ تاكو سيلفا.. سنترباك تاني؟ اه.. تاكو سيلفا ممكن اقول كتاميندي.. تاميندي ايس.. انا كنت اختار كتاميندي estableبتش وووووووة اسمو فاتخليني ان انا نختارك كتاميندي ientras اكتب من اشب traits يرضيتش اينا نعرف التشكلتين.. يطله من ان هذا Bill Air بس ممكن اخد أرض عجبني رومان شايف بطولة مع ان نايف اجرب برضو.. بس نايف اجرب كان يتصاب كتير ورومان شايف اريد العمل كبارك هيا، لفت باك. لفت باك سيو هرناندز. لفت باك. صعبها لك قوي. 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 كيف مش هتختار أكونيا؟ أكونيا. أكونيا من النهاردة خلاني أبطر كوره خالص. أبطر أتكلم أو أتفرغ على كوره أصلا. مشكلة يعني كل المنتخبات الأربعة عندهم مشكلة في الباكليفت. حتى البرزيكا عندها مشكلة في الباكليفت. أتفرغ شوية عادي في إنجلترا مثلا أسبانيا. ممكن أحط كده أنت ريبير. أه. يلعب يلعب ليفت باك. ماشي. لفت باك تختار مين في نص الملعب الدفاعي؟ سوفياني برابط. سوفياني برابط. يعني ما أخدت مني لابن براستة لها كنت أعلم. بس ممكن أروح لإنزو فرناندز. إنزو فرناندز. التاني. التاني. هممكن أعب باك باثنين. أنا أختار ميسي. هتلعب اثنين في النص؟ لا ميسي. ميسي ما بلعبش. أنا هلعب باثنين. لا لا لا. أنا معطرد ميسي بلعبش تمانين. هو هي لعب أربعة واحد. خلاص هو أختار الواحد فهو بدأ يحط في الأربعة. أربعة اثنين ثلاثة واحد. أربعة واحد أربعة. أنا أختار ميسي حبيبي. خلاص. فهو حدف ميسي حتى ينبوضك المشكلة. أختار مين تاني في النص؟ كده أختار اثنين. غير مرابط. هاخذ مودريتش و جريزمان. مودريتش و جريزمان. و جريزمان. تمام. انت فاضل لك كم واحد في نص الملعب؟ أنا كده فاضلي واحد في نص الملعب. واتنين على الأطراف. واحد مهاجم. ماشي اختار واحد في النص. واحد في النص الملعب كمان غير جريزمان و مودريتش. جريزمان هايل بصراحة. أنا بس أريد أن جريزمان واحد من أهم اللعيبة في البطولة. بلا شك. ينافس ليونال ميسي على أحسن لعب. ليس مبابي. لأنه بالنسبة لي كان أهم لعب في فرنسا. حتى لو مبابي هو أخطر لعب في فرنسا. بس جريزمان هو أهم لعب. تكتكيرك الأول الذي يدور الفرق. بس ممكن أختار أناحي. أشكرك. أنا مستني حد يختار أناحي. أنا ممكن أختار أناحي. كيف تختار أناحي؟ كيف تختار أناحي؟ أخذت تشفى مرابط بقى كفاية تنين. حلوية. حكيمي أنا تشكلت في اتنين مغرب. أنت كان لديك أختار تاني بعدها. أنا أختار بقى واحد. جنيح. جنيح. كيف ينام بابي؟ لا. يخلص عليك. هل تخلص عليك؟ هو الرغل اللي يختار الأول. لا خلص عليك. لأ أبا تختارت الأول. لماذا تخلص علينا اللعبة بعد كده؟ مش هندحك علينا. هندحك علينا خلاص المرة دي خلاص. خلاص عليك. هل تريس تبقى لك في نص ثانية أو دخلت في الهجوم؟ أنا كده أربعة تلقاتها بقى لي ثلاثة. هقولهم الثلاثة مرة واحدة بقى. ماشي. لا أختار اتنين بقى. لا أختار اتنين بقى. أما هو مش لقيهم اللي اتنين أصلا. انتوا تخيل ان أنا في اتنين أصلا محضرهم. اتنين. هروح لي. موسمن ديمبيلي عامل مطش كويس جدا. ده زي أكونيا بالظبط. ده زي أكونيا أصلا. النهاردة مضي اللي اتنين مجوش يعني. هروح لريت شارلسون. هاي المهاجم. وهروح لي. جوت بلينجام. هطل لعب روعة في وسط الملعب. ماشي. انت كده رجعت المسل الملعب. كده بقى لي لعب. انت كده فادل لك اتنين. فادل مهاجم. وجناح. وجناح. طيب أنا أخذ أوليفيجيرو. حلو. لأن أوليفيجيرو عمل بطولة استثنائية. محدش كان متوقحة نهائي. وممكن أخذ معهم كمان. مين؟ 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 ألفاريز مثلا؟ جوليان ألفاريز. سكرة لطيفة. أنا آخر لعيب عندي. هاريكي. 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 لكن أنا عشان أبلعب بشكل شوية. أربعة، أربعة، أثنين. يعني أضع أربعة لأيب في مستر. كل واحدة يفتكر التشكيل عليها. خلاص. طبعا خلاص الناس عارفة مين اللي يكسر. الرجل معه ميسيون ببي خلص علينا. ميسيون ببي خلص علينا. ميسيون ببي خلص علينا. ميسيون ببي. مبروك عليك. هي أفضل تشكيلة. يلا. أفضل لاعب أجوف البطولة من وجهة نظر. ليونيل ميسي. ليونيل ميسي. ليونيل ميسي. جيمي. شو محتاجة جاوب. ليونيل ميسي. ليونيل ميسي. ليونيل ميسي. ثلاثة ليونيل ميسي. يعني أصعب ممكن أقولك الثاني وراء على طول جريزمان. يعني لو بتقولي اختار الثاني اللي هي ممكن يبقى فيها دبيت شوية. فالثاني جريزمان. بس ميسي فرق مع فريقه بشكل. يعني انت ميسي وجريزمان. ميسي الأول. ورقم واحد. جريزمان اثنين. ثلاثة. كيلينين بابي. جيمي انت ميسي رقم واحد. ميسي كيلين بابي سوفان مرابط. كيلين بابي. كيلين بابي. اثنين سوفان مرابط ثلاثة. أفضل مدرب. وليدي الرجراجي. حلو. وليدي الرجراجي مناصفة مع زلات كودالتش. وليدي الرجراجي مناصفة مع زلات كودالتش. منصة في 2018 فضية منصة في 2018 رجم الارتفاع معدلات العمار الكبير جدا في المنتخب الكرواتي بالجيل ده وياخد برونزية عشان كده ادتهم ايج على سكلوني وعلى ديشامبرا ومانتين قدموا بطولة ممتازة الارجنتين وفرنسا لكن طبعا انا بالنسبة لزلاتك ودعليتش وواليد الرجاجي طبعا مليون في المية بطولة ديك الفعل عيبة صغيرة كتير اوشي او يعني كلهم امعظمهم يعني تألقوا بشكل كبير جدا في رأيك من افضل لعب شاب في هذه البطولة اسألك سؤال مهم جدا وغايفر مع الناس كلها شاب دي اللي هو عندكم ساحة 23 سنة تحت 23 سنة جود بلينجهام جود بلينجهام لا ما هو تخلي بالك انت عندك لعيب تقريبا في نفس السن قريب من نفس السن جود بلينجهام بالنسبة لي انزو فرناندز لان انزو فرناندز غير شكل الارجنتين تماما لانهم ما كانوش بدقين بي والراجل ما كانش محطوط ما كانش محطوط في البداية في اختيارات اسكلوني صح فانزو فرناندز وجود بلينجهام عمل بطولة عظيمة جدا لول الخروج في لعيبة كمان يعني جمال موسيالة مسعنا عمل بطولة رائعة بس لعبوا ثلاث مطشب بس فما الناس نسيت جمال موسيالة عمل ايه مع ألمانيا بس بالنسبة لي طبعا لو بنتكلم لا انزو فرناندز وجود بلينجهام اللي اتنين قدوا بطولة عظيمة جدا افضل منتخب في هذه البطولة من وجهة نظر صعبة دي يعني الارجنتين طبعا فريق البطل في الاخر وهو اللي كسب البطولة هو اللي ضحك على كل الناس في الاخر طبعا انا احاولك السؤال بصيغة تانية اسهل والطف من المنتخب بالقياس بإمكانياته وتاريخه شيفه الافضل في هذه البطولة الافضل؟ اه يعني عمل اكتر من المغرب طبعا المغرب اللي عملته ده حاجة اعجاز محدش يتخيله وانجاز محدش يتخيله وخلي بالك ده رفع سقف طبوحة بتاعت كل الفرق خلاص بقا يعني انت النهاردة يعني هو عمل حاجات كتير قوي لأفريقيا وللدول العربية ان انت النهاردة ما بقاش ينفع تروح تقول اصلا انا دول عربية فان انا خرجت من دور المجموعات فده حلو قوي لا هيقولك لأ طب واش مانا ده منتخب المغربي وصل للسيمي فاينل فعل عمل حاجات كتير قوي عمل حالة في المنتخب المغربي طبعا حاج كان متخيل يعني ان يوصل كنوا متخيلين انه هيروح لبعيد على فكرة كنوا متخيلين ان المنتخب المغربي هيوصل لبعيد بس بالسكة الصعبة دي بان يوصل سيمي فاينل بأداء جيد بأداء جيد ويخرج حتى قدام فرنسا بأداء جيد جدا ويخسر قدام كرواتيا لان الاصابات كان خلاص بقى وصل لمرحلة الاصابات والاجهاد والكلام ده كله قضى عليه فالمنتخب المغربي طبعا مين في رأيك يا جيمي المدرب او السوري الفريق او المنتخب مقارنة بالاسماء والامكانيات والتوقعات والريفلنت ده طبعا المغرب مغرب قدم بطولة كبيرة اوي 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 في كل شيء مش بس رفع سعف التوقعات لانه خلي بالك احيانا المصاري البطولة ودهنا متفق جدا انه مصاري البطولة يخدمك فتروح في مكان بعين لكن لما مصاري البطولة يديك بلجيكا كرواتيا كندا اسبانيا البرتغال فرنسا تقدم جيم كبير جدا ولازم اعمل هايلايت هنا زي ما بقول ان فرنسا قدام الجلترا ما كانتش الافضل المغرب عامل جيم كبير اوي قدام فرنسا اوي امتاكم موفق فانا طبعا شايف انه مصاري البطولة مع الريفرنس الاسماء اللي موجودة مع احترام الكامل ليهم طبعا مفاجئ المنتخب المغريبي هو المفاجئ انا طبعا اكيد بتيفي معاكم في المغرب طبعا عامت كل حاجة في البطولة بس برضو عشان هو احنا تعطفنا جدا مع المغرب بطبيعة الحال طبعا بس لازم نحط في اعتبارنا المنتخب الكرواتي اصلا هو منتخب عجوز داخل زيه زي المنتخب البلجيكي معدل اعمار فوق 30 سنة مش متوقع ليه اصلا ان هو يوصل حتى سيمي فاينال كاس عالم او دور 8 كمان بالحالة اللي فيها المنتخب الكرواتي في كون الكرواتي تكسب برونزيت كاس عالم بعد ما خادت فضلت كاس العالم البطولة اللي فاتت طبعا بس خليني احنا عايز اختلفت معك في نقطة احنا طبعا اسنين بدليل نحن بنوزيت كوضالتش ومناصفتها مع وريد الرجراجي لكن لو انقرن كامكانيات واسماء خليني اقولك ان المنتخب زي المنتخب الارزنتيني لا عنده امكانيات ولا عنده اسماء وتوج بطلا فلو انحط المايير ده فانشاف ان يتحط كمان معقول المنتخب الارزنتيني لان احنا قبل سيمي فاينالكو نقوله المنتخب الفرنسي والمنتخب الوحيد اللي عنده اسماء واسمه كان مرشح من البداية انما بقيت الاسماء دي لم تكن مرشحة فانشاف ان التلاتة بس انا يمكن بقى بما اننا قلنا حاجات النهاردة وفيه هيبقى فيه جمهور كريستيانو هيعمل حملة علينا وقولنا ان ميسي عظم لعب في التاريخ فبالنسبالي لوكا مودريش هو اكمل واشمل لعب نص ملعب جي في التاريخ انا تفرجت عليك الله عليك وانا تفهم معك مليار في الماء ولولا ميسي وكريستيانو نولو كان لوكا ميدريش ده اخد افضل لعب في العالم كتير قوي طب انا ما اكسب بقى معايا في التشكيل اخلاص ميكو مودريش اهو معايا مودريش بس انا معايا اعظم لعب في التاريخ اهو محمد ميسي يعني طلاص المودريش احنا لسا نكملين مع حضراتكم الافضل في المنديال بعد هذا الفاصل مع جو جيمي خليكم معنا نكمل مع جيمي وجو الافضل والاسوأ كمان في المنديال بس نكمل الافضل شوية افضل مباراة في رأيكات مباراة مين بعيدها مباراة فرنسا والارجنتين اه طبعا بس انا استمتعت قوي بماتش انجلترا وفرنسا انجلترا وفرنسا انا استمتعت بي جدا من الماتشاط اللي كان فيها كورة وكان فيها تاكتك وكل مدرب بيهاجم بشكل وطبعا ضربة الجزالة ده بتاعت هاريكين اللدت في الاخر حماس للماتش وكده فبالنسبة للماتشاط ده من الاحل الماتشاط عظيم جيمي ارجنتين فرنسا اقول لك ثلاث ماتشاط فانفوشنيتلي ارجنتين فرنسا مغرب البرتغال مغرب كان حالة تطور عظيمة جدا امام البرتغال وارجنتين كرواتيا مفاجئة الارجنتين التاكتكية الكرواتية انهم لم يستطعوا يقتلوا الكرواتيا زي ما مفيش اي فريق ادلعب كرواتيا او ممكن ازود بقى بمهن وقال ماتشي انا بالنسبة لي بالجيكا والمغرب لان كنت في الملعب فانا كان بالنسبة لي ده احلى ماتشا انا حضرته في كاس العالم صح والمغرب عامة مباراة عرب الجيكا مرائبة مش ممكن صح واستمتعت كمان يعني بالاجواء نفسها بكل حاجة فاستمتعت افضل هدف اه فينس انت هو باكر في سيربيا مهاجم منتخب الكاميرو ريتشارلسون اه طبع في سيربيا اه خطير سيربيا برضه اه في سيربيا برضه اه طبعا يعني الشاتسو التحديل كنت ميال للهدف ده بس ما عرفش الجول بتاع كنين بابيه النهاردة يبدو سهل جدا بس فكرة سرعة الكورة وانه ما يستنهاش وما يستقبلهاش وانه يخطف الحارس والستايل بتاعه وبينزل انا حسيت انه ما هو كنين بابيه بس اللي هيجيبها ما حديش حدي تاني اه ممكن ميبقاش كسورة هدف اجمل حاجة بس كتكنيك ولعب يعني مش طبيعي الجول المهاردة بتاع كنين لان بابيه طيب ده الافضل كله عايزين تقولوا حاجة تانية كهيدة كويسة فيه لقطة عجبتك بشكل خاص في المنديل لقطة لعبت المغرب وهيابت مع أسرهم واللقطة دي كانت حلوة ان هم بأشرف حكيمي مع والدته سوفيان بوفيل مع والدته هم ببعد الفوز وبعد الحاجة اللقطة دي كانت حلوة يعني قوي بالنسبة لك يا جيمي لقطة تلن المغرب اللقطة الأولانية منتفى جدا مع جو لقطة انه لا والدات لعبت المغرب جم كان بس أشرف حكيمي مع والدته البقين جم من دور الثمانية لقطة الثانية برضه تخص المنتخب المغربي وكنت عرضتها هنا كريم في البرنامج لقطة بكاء وتشجيع الجمهور المغربي للمنتخب المغربي بكاء حزنا على عدم انتهاء لكاس العالم وتشجيع اعترافا بما قدموا المنتخب المغربي لقطة الثالثة لقطة الجمهور الياباني المعتادة في كل الإفنتات ولقطات نظيفة جدا لقطات نظيفة هذه اللقطات النظيفة لقطات نظيفة جدا نسمة ربينا اه والله اوي في اي افنت بنسفره او حتى بنشوفه جمهور ملوش وصف فهدول التلت لقطات بنسبالي في المنديال مبهرين عجبني جدا اللقطة بتاعت كليان بابي ويأشرف حكيمي بعد مبرات المغرب والسهور العظيمة بين كليان بابي والصداقة اللي الواضحة جدا العظيمة جدا بنا عايفة بتبتسم بني بقى لتكلم في الكصة دي بقى طيب في رأيك يا شو اسوأ منتخب او مش اسوأ منتخب ايه المنتخب اللي خزلك في البطولة دي ما توقعتش اداوي بابي المنزل ده كزا كزا منتخب كان كنت حطت امل على سربيا الناتب احسان اسود ما اتفاجئت بسربيا جدا الدنمارك اتفاجئت بيها بشكل رهيب سيمي فاينل يورو فانت حطت عليها امال ومعدين كمان في التصفيات بشكل قوي جدا فكنت اقيل برضو كنت مرشح الدنمارك انهم ما يعدوا على الاقل ما عدوش اه وبلجيكا اه انتهاء جيل بلجيكا من هو كمان يخرج من المجموعات كنت اعتفاهم ان بلجيكا ممكن ما تخدش كاس العالم عادي خلص اللعبة وصلت لسن كبير اوي بس كان مفاجأا انهم يخرجوا من دول المجموعات انا كنت متخيل انهم هيعدوا هما والمغرب بالعكس كنت متخيل انهم اداروا ويتعيبوا كرواتيا مثلا بسبب معدل الاعمار وكلام ده كله لان نفس الكيس تقريبا انت تتكلم بالنسبة لك يا جيمي فريق خزلك او منتخب خزلك فريق خزني هو المنتخب الاسباني مش اسوأ منتخب لكنه فريق خزني كنت منتظر من المجموع دي افضل من كلاب كتير ونروحوا ابعد من كلاب كتير لكن رضاهم بان هما يروحوا يقابلوا المنتخب المغربي ظنوا ان الباثوي ده اسهل عاصف فيهم اسوأ منتخب اسوأ منتخب بالنسبة لي غير المفاجآت بتاع تصيربا والدنمرك منتخب الالماني منتخب الماني ان يخرب بالشكل ده من المجموعة حتى مع انه منتخب غير جلد لكن عنده اسماء ست سبع اسماء كبار فالله نابل أساسي طبعا منتخب الاسماني واحد من الاسوأ منتخبات البطول كيف الموضوع الماني ده شكت بسيني بطول الماني يعني مش الاسوأ يعني ما حطوش في الاسوأ لو حط في الاسوأ حط الدنمرك الاسوأ مقارنة بالرفرنس بالنسبة لي كان موضوع غريب جدا انه اخير مجموعة في مجموعة ويطلع يعني كان يقدر يعدي استراليا عادي وحتى تعب جدا قدام تونس والمنتخب التونسي ظهر بشكل كويس جدا بس كان بالنسبة لي الدنمرك دي مفاجأة رهي يعني مش مفهومة نفسي أسألك شكرا خايف من إجابتك عمال أفكر وأقول أسأله أسأله أسوأ لاعب أسوأ لاعب لا دا فيه كتير هتجيب سيرته هتنزل مع بعض مين طيب لا ما تجيبش اللي في بالك لا كان هو ميد لا مش واخي بلي بس يعني مش عارف بترمي على بلين بس هقولك أسوأ لاعب بالنسبة لي لوكاكو لوكاكو نزل عمل عمل كوارث في الموتش الأخير يعني كوارث فراجل خسر فرقته وروح فرقته وراجل انت مستني لوكاكو دا انت مستني منه ان هو دا اللي هيصاعدني يعني انت بلجيكا بدأ وبدأ شوي وكان ما كانش كويس وكده فلوكاكو لما نزل بقى الموتش الأخير تفرج على كوارث بقى حدام كرواتي مضايش يعني كارثة كارثة طو يعني طول الوقت البفرقة منتخبت عارف ان الكوارثة ليس كبيرة لكن ليس الدرجات يعني الزهرين فيهم مشكلة كبيرة في الأجنتين نحس دي مشكلة شخصية ولعب يلعب في نفس البوزيشن كريم لعب أقل كثير قوي منتخب يلعب في سوسا لعب الباكليفت منتخب كرواتي لعب أولئي القوي قوي كريسيا رونالدو في دور المجموعات كان ماشي بشكل كويس وكان بيرعب بشكل كويس لغاية لما قرر انه هو في دور الستاشر ما يبدأش بي مش بقول انه هو كويس عظيم كويس كويس والفريق بيكسب خلي بالك انت برضو الفريق لما بيكسب ورونالدو سجل حتى لو من ضرب الجزاء فهو سجل يعني ما هو مسي مسجل ضربة الجزاء فهو سجل ورونالدو مكانش بالسوق ده بالعكس الراجل كماشي كويس وبعدين قرر انه في دور الستاشر يقعدوا وفي دور الستاشر الناس اللي بيشوفوا هي مقارنة بكريسيا رونالدو يعني الريفرانس هو العب عادي برضو مش قادر اقولك مش قادر اقول كده لان احنا شايفين السيزن ده والسيزن يا جماعة كريسيا رونالدو ايا اي حد هنقعد نقول هنقعد نقول فيه شاعر لغاية بكرة 38 سنة السن ليه احكامه ثانية واحدة هو كريسيا رونالدو من سنتين هو كريسيا رونالدو لنهاردو على فاكرة نفسك قصة ليونيل ميسي بيكسب البطوعة النهاردة هو اللي بيكود الارجنطين لكاس العالم وهو بنص مستوى اللي كان من 4-5 سنين يعني وتخير هو بنص مستوى عمل كده اكيد مش هو وده المبهر في ليونيل ميسي وكريسيا رونالدو عنده 38 سنة وكان عنده مشاكل مع النادي بتاعه وفيه ازمات كتير حواليه وفي الاخر برضو بقولك هو لعب دور المجموعات وفرقته صعدت اول وهو لعب التلات مطشاط اللي فرقته صعدت فيها اول فهو كان مساهم ان فرقته تطلع اول في دور الستاشر ملعبش فكرر سانتوس النهو ينزله في الاخر بعد ما في فرقة كانت كاسبانة بسكور كبير جدا فمرتاحة وده مش معنى ان هو سيئ وفي مطش المغرب المطش كان باين شكله عامل ازاي المغرب قد افضل بكل الاشكال فهو مش كريسيا رونالدو اللي كان وحش بس الفرقة كلها كانت وحش صح بس فما قدرش حط اسوأ مدرب اسوأ مدرب اسوأ مدرب مناصفة بين روبورتو ماتناز بلديكا وفرنينون سانتس والبرتغال مش دون سيئين جدا لسا والله هقول ل معهو الريفرنس يا كريم يا كريم وبصراح ما عليش هم درب قطر الريفرنس أنا معي مين معي مين وحققت ايه اهو ده الريفرنس زي ما بنقول مثلا الريفرنس مستوى ميسي او مستوى كريستانو وحقق منه قد ايه الفرقة دي معها لعيبة ولا معهاش منتخب البلديكي حتى لو فرد تفاع في معدلات العمار عنده نجوم لم يشتغلوا المنتخب البرتغالي ده واحد من افضل السكوادز اللي موجودة في البطولة منتخب عنده سكواد ينافس على كاس العالم لما يخرج بالشكل ده والمغرب تعمل عليه جيم كبير اوي 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 شرحناه تفصيلا طبعا فرناندو سانتوس واحد من اسوأ المدربين في البطولة هو الريفرنس مرتينيس صح اتفق معايا بس انا بالنسبة لي سانشيز الراجل اللي بقاله تسع سنين مع الفريض ده بقالي سمشروع فكرة انه اخذ الفرقة ست شهور وما بالفرقة للعيبة ما بتلعبش واخدهم معسكر كل دي غلطات هو ارتكبها اثرت على اداء المنتخب القطري اثرت ان في الاخر المنتخب القطر ما قدرش انه يجيب ولا نقطة وده كان موضوع كارثي بالنسبة للقطر لان كانوا مستنين اقتر من كده كانوا مستنين احلى من كده كانوا مستنين عليهم انهم يكسبوا يقدروا يجيبوا وللأسف كنت شايفه حتى في المباراة ما بيقديش اي حاجة ما بيعملش اي حاجة مش ده الفرق اللي شوفناه في كاس اسيا خالص خالص فرق 180 ضرق انا اتفق جدا في موضوع مدرب مدرب سانشيز طيب لو شالتك اسوأ لقطة في المونديال اسوأ لقطة في المونديال هي تصرف المنتخب الارجنتيني في نهاية مباراةه مع هولندا وتزديد الكرة في من مناصر المنتخب الارجنتيني لكنك ركت لقطة بالنسبة لي لقطة سيئة جدا هي جو منتخب المانيا تصرفات منتخب المانيا اللي بعدتهم عن الكرة وخلتهم يركزوا في حاجات تانية كتير او يغير الكرة وقدل الخروج بس ببساطة يعني اه يعني ده تصرف كان سيئ جدا انك مبتحترمش البلد اللي انت رايحها ومبتحترمش العادات التقاريط ده حاجة سيئة جو انت شرفت ونورتك العادة حبيبي يا كريم المونديال كان حلو بوجودك كمان والله انا مبسط جدا انها كنت موجود معك في المونديال حبيبي جيميك العادة ببقى مبسوط جدا وانت موجود حبيبي يا كريم حبيبي شرفتك ربنا عبرتك ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 وختام المونديال للأسف للأسف بقولها بكل حزن والله هو الحاجة الوحيدة بس اللي تبدو كويسة مش كويسة يعني بنصبر نفسينا من المونديال الجاي بعد ثلاث سنين ونص مش بعد أربع سنين فهادينا ايه نزلنا ست شهور فان شاء الله تبقى الامور رطيفة انا بشكركم شكرا جزيلا الفرحة مستمرة طبعا في الارجنتين ما بتتوقفش شوفوا اللقطات دايت ونشوفكم على الف خير ان شاء الله